اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني على قناتكم قناة مصر للتعليم الفني بالتلفزيون المصري وبرنامجكم في بيتنا مدرسة حلقتنا النهاردة ان شاء الله هكون مخصصة لطلبة التعليم الصناعي الاقسام المعمرية وهيكون معانا احدى الشعب المعمرية وهي شعبة فني اعمال النجارة هتكون مخصصة لطلبة الصف الاول وطبعا احنا كنا اتكلمنا في الحلقات السابقة الحلقات الافتتاحية عن المواد اللي بدرسها طالب الصف الاول في بداية المرحلة وطبعا قلنا ان في عندنا مواد فنية في عندنا مواد ثقافية بجانب طبعا التدريبات العملية وكنا اتكلمنا عن المواد الثقافية قلنا زي اللغة العربية اللغة الانجليزية وكمان الفيزياء والرياضة وكمان التربية القومية بجانب طبعا التربية الدينية أما بالنسبة للمواد الفنية اللي هنتكلم عليها النهاردة في حلقتنا وهنخصص الحلقة النهاردة لأولى هذه المواد وأهم مادة فيهم وهي مادة التكنولوجيا الخاصة بفني أعمال نجارة العمارة طبعاً زي ما احنا قلنا أن فني أعمال النجارة الهدف الأساسي من التعليم الفني هو الحصول على طالب وتخريك طالب فني مؤهل مواكب لسوء العمل الخارجي يبقى احنا عايزين طالب فني في الأساس هدف التعليم الفني الأساسي ولكن في حالة حصول الطالب على مجموع وحبيب يكمل في التعليم الجامعي ففيه عنده إمكانية ولكن بعض الطلبة بتعتقد أن بعد مباشرة بعد الثلاث سنوات ممكن أن هو يخش مباشرة على كلية الهندسة ولكن الدخول لكلية الهندسة إما بيكون عن طريق عمل معادلة أو عن طريق الالتحاق بإحدى المعاهد الفنية سنتين بيجيب تأدير وبيدخل هندسة ولكن لينا كليات ومعاهد كتير زي كلية التعليم الصناعي وكليات التربية وكليات الهندسية التكنولوجية بجانب معهد المساحة والمواد والمعاهد الفنية يبقى احنا نركز على المواد بتاعتنا من الصف الأول لأن طبعا المواد فيها مرتبطة ببعضها الصف الأول والصف الثاني بيأهلك للصف التالي النهاردة هنتكلم عن أولى المواد المواد مادة طبعا فني أعمال النجارة مادة التكنولوجيا لطلبة الصف الأول تعالوا مع بعض كده نشوف أول حاجة المنهج بتاعنا عبارة عن إيه زي ما احنا شايفين المواد بتاعتنا أول مادة عندنا وقلناها طبعا واللي هنتكلم عليها النهاردة هي مادة التكنولوجيا المادة التانية عندنا وهي مادة الرسم الفني طبعا بناخد الرسم الهندسي في الترمي الأول والترمي التاني بنكمل رسم فني خاص به التخصص كمان بنكمل المواد العامة زي مادة الأمن الصناعي للصف الأول وكمان مادة الحاسب الآلي التي لا غنى عنها في السلاس صفوف طبعا هندلس المكونات في الحاسب الآلي بعد كده بنبتدي ناخد مجموعة الأوفيس زي برنامج الورد والإكسل وكمان هناخد برنامج مهم جدا خاص بالرسم الهندسي وهو برنامج الوتوكاد وعندي برنامج الوتوكاد بنقاسم إلى سنائي وسلاس الأبعاد 2D و3D تعالوا مع بعض كده نشوف النهاردة الحلقة بتاعتنا هنتكلم فيها عن مادة تكنولوجيا أعمال النجارة المنهج بتاعنا في مادة التكنولوجيا وكنا ذكرناها برضو في الحلقات الافتتاحية كان الوحدة الأولى خاصة بالخمات المستخدمة في أعمال النجارة الوحدة الثانية خاصة بالعدد والأدوات المستخدمة في أعمال النجارة والوحدة الثالثة الخاصة طبعا موجودة في الترم الأولاني وهي خاصة بتنفيذ التعاشيء الخشبية وطبعا كنا قلنا أن أنواع التعاشية عندي أشهر أنواع التعاشية المستخدمة وهي تعاشية الختش وتعاشية نار ولسان والتعاشية الغنفرية أو ما يطلق عليها ديل اليمامة والتي تستخدم في ربط زوايا الحلوية بحنا المنهج عندنا عبارة في الترمي الأولاني عبارة عن ثلاث وحدات الوحدة الأولى بتكون خاصة عن الخامات والإكسسوارات المستخدمة في أعمال النجارة الوحدة التانية هتكون خاصة بالعدد والأدوات المستخدمة في أعمال النجارة الوحدة التالتة هتكون خاصة بأعمال التعاشية تعالوا نشوف كده أول وحدة عندنا بتتكلم عن إيه؟ هنتكلم في الوحدة الأولى عن الخامات المستخدمة في أعمال النجارة طبعا أهم خامة بنستخدمها في عمال النجارة وهي الأخشاب هنتكلم في الحلقة عن الأخشاب اللي هي الخامة الأولانية بنتكلم فيها من حيث طبعا كيفية زراعة الأشجار لأنه بيتم الحصول على الأخشاب من الأشجار كيف يتم زراعة الأشجار بعد كده كيف يتم قطع الأشجار ونقلها من أماكن الزراعة إلى أماكن التصنيع بعد ذلك بإيه هي عملية التكفيف وبعد كده بنعرف إيه هي أنواع الأخشاب تعالوا مع بعض كده نشوف الشرح المبسط على السلايد يبقى احنا عندنا الباب الأولاني بيتكلم عن دراسة الخامات والاكسسورات المستخدمة في أعمال النجارة هنتكلم فيها عن الخامات الآتية أول خامة عندنا وهي الأخشاب الخامة الثانية وهي الغراء والمواد اللاصقة كمان هنتكلم عن الصنفرة وكمان هنتكلم عن الاكسسورات المستخدمة في أعمال النجارة يبقى دوة الخامات اللي هنتكلم عليها أو الحلقة بتاعتنا هتتكلم عن الأجزاء دي طبعاً بيتم الحصول على الأخشاب من الأشجار طيب أول حاجة حاببة أقولها طبعاً زراعة الأشجار إحنا طبعاً بنزرع الأشجار في منطقة تسمى باسم الغابات لما بنجي نزرع الأشجار بنقسم المساحة المراد زراعتها على متوسط عدد السنين بمعنى أصح لو أنا عندي مساحة وعايز أزراحها على أربع سنين بيتم زراعة القسم الأول منها في السنة الأولى ثم في السنة الثانية بيتم زراعة القسم الثاني في السنة الثالثة بنزرع القسم الثالث وفي الرابعة بنزرع القسم الرابع وفي أثناء زراعة القسم الأخير اللي هو القسم الرابع بنقطع أشجار القسم الأول في السنة التي تليها تقطع أشجار القسم الثاني ويعاد زراعة القسم الأول يبقى العملية على طول فيها مدومة بحيث أن نحن نحصل على محصول من الأشجار اللي هيبقى بعد كده الأخشاب بشكل مستمر وبشكل دائم يبقى احنا بنقول بنقسم المساحة المراد زراعيتها على متوسط عدد السنين بنزرع القسم الأول منها في السنة الأولى القسم الثاني في السنة الثانية وهكذا وفي أثناء زراعة القسم الأخير تقطع أشجار القسم الأول في السنة التي تليها تقطع أشجار القسم الثاني ويعاد زراعة القسم الأول طبعا في السنة الثالثة تقطع أشجار القسم الثالث ويعاد زراعة القسم الثاني يبقى كده فيه على طول مدومة في الحصول على الأخشاب بعد ما بيتم طبعا أزراعة الأشجار بيتم تتم عملية القطعة وعملية القطعة بيتم من خلال عمالة فنية مدربة على أعمال القطعة لأن ليه مواصفات علشان ما يبدأش القطع من منطقة تمنع نمو الشجرة ولكن بيبتدي يقطع بعد انتهاء التشعب بحيث بيتم نمو الشجرة بعد عملية القطعة كمان العمالة المدربة عرفة عملية القطعة بيكون على ارتفاع حوالي 40 سنط من سطح الأرض وبيستخدم فيها بعض العدد طبعا بجانب وسائل الوقاية اللي هنتكلم عليها اللي هو بيستخدمها أثناء عمليات القطعة بعد ما بيتم عملية القطعة بيتم نقل الأشجار من الغابات إلى أماكن التصنيع بوسائل متعددة هنشوفها مع بعض على السلايب يبقى بيتم الحصول على الأخشاب من الأشجار كيفية زراعة الأشجار بيتم زراعة الأشجار زي ما احنا شايفين هو على متوسط عدد السنين على أن يزرع القسم الأول منها في السنة الأولى والقسم الثاني منها في السنة الثانية وهكذا وفي أثناء زراعة القسم الأخير تقطع أشجار القسم الأول وفي السنة الثانية تقطع أشجار القسم الثاني ويعاد زراعة القسم الأول وهكذا حتى يتم الحصول على الأخشاب بشكل دائم بعد كده بنتكلم عن حاجة بنسميها التكوين العضوي بنعرف إيه هو التكوين العضوي للأشجار فعشان يظهر التكوين العضوي بيتم قطع ساق شجرة قطاعا عرضيا فبنلاحظ على سطح القطاع حلقات تسمى الحلقات الثانوية سميناها حلقات ثانوية لأن كل سنة بتتكون منها حلقة عشان كده سميناها الحلقات الثانوية إذن عن طريق عد الحلقات الثانوية بيتم تقدير عمر الشجرة زي ما احنا شايفين هناه على السلايد الصورة الموجودة قدامنا ده جزع شجرة قطعناها قطاعا عرضيا الملاحظة على سطح القطاع حلقات متحدات المركز بنسميها الحلقات الثانوية لأن كل سنة منها بتتكون حلقة يبقى عن طريق عد هذه الحلقات زي ما انت شايفه بيعدها نقدر نقدر عمر الشجرة عمرها دي بالظبط طبعا التكوين العضوي ليه مكونات مكوناته أولا هي القشرة الخارجية زي ما احنا شايفين بعد كده الحلقات الثانوية من ضمن التكوين العضوي كمان الأشعة النخاعية اللي احنا شايفينها والأشعة النخاعية دي المصدر الأساسي لتوصيل الغذاء اللي هو المياه ليه إلى الشجرة طبعا وكمان الجزء الغامئ دوة اللي هو البني ده عبارة عن مركز قلب الشجرة وبينسميه عندنا في التكوين العضوي اللب وأفضل أنواع الأخشاب بيتم الحصول عليها من قلب الشجرة اللي هو من مكان اللب يبقى احنا عرفنا التكوين العضوي وعرفنا كيف يتم زراعة الأشجار تاني التكوين العضوي إذا قطعنا ساق شجرة قطاعا عرضيا يلاحظ على سطح القطاع حلقات متحدة المركز بنسميها الحلقات السنوية لأن كل سنة منها بتتكون حلقة وعن طريق عد هذه الحلقات نقدر نقدر عمر الشجرة قد إيه طبعا مكونات التكوين العضوي أول حاجة في المكونات القشرة الخارجية بعد كده الحلقات السنوية الأشعة النخاعية كمان اللب اللي هو مركز قلب الشجرة وقلنا أن أفضل أنواع بيتم الحصول عليها من الأخشاب بيكون من قلب الشجرة اللي هو من اللب هنكمل مع بعض كده نشوف بعد كده بنقول أن طبعا عمليات قطع الأشجار بيتم من خلال عمالة فنية مدربة وطبعا بيكون لها سن ملائم يعني ما بيتمش قطع الأشجار مباشرة بعد اكتمال لا لازم يكتمل النمو بتاعها ويبتدي تتم عملية القطع وزي ما احنا قلنا بيكون القطع في سن ملائم وعلى ارتفاع حوالي 40 سنط ويفضل قطع الأشجار في منتصف فصل الشتاء مش معنى؟ لأن طبعا منتصف فصل الشتاء بيكون الأشجار في حالة سكون غزائي بعد كده ما بنعطي الأشجار بيكون سهلة في عملية التكفيف ويتم الحصول على أخشاب صالحة وجيدة لاستعمال نشوف مع بعض كده لكي لكل نوع من الأشجار سن ملائم لعملية القطع ويتم ذلك عند اكتمال ندوجها وتمام نموها وإذا تركت الأشجار مزروعة بعد هذه المدة لو أنا سبتها اكتمل نموها بتصاب ما يسمى بالشيخوخة معنى كده أن بينتج الأخشاب بينتج أخشاب منها قليلة المرونة وبتكون عرضة للكسر والتسوس وأفضل وقت طبعا لقطع الأشجار بيكون في منتصف فصل الشتاء وذلك لأن الشجرة بيكون في حالة سكون غزائي بحنا زي ما احنا قلنا بيتم القطع في منتصف فصل الشتاء لأن الشجرة بيكون في حالة سكون غزائي ولا يتم القطع إلا بعد اكتمال نمو الشجرة زي ما احنا قلنا والقطع بيكون على ارتفاع 40 سنتي تعالوا نشوف مع بعض على السلايد صورة توضح عمليات القطع زي ما احنا شايفين على السلايد دلوقتي طبعا آدي العامل المخصص لقطع الأشجار زي ما احنا شايفين هو لابس وسائل الوقاية الشخصية وسائل الوقاية الشخصية متمثلة فيه الخوزة اللي هو لابسها على رأسه كمان القناع أو واق الوجه وبيكون فيه نضار أزاز كمان لابس سماعة الأذن عشان طبعا صوت القطع بيكون صوته عالي جدا فطبعا لازم نحميه من جميع الجوانب كمان لابس الأفارول المخصص لابس الجوانتي لابس السفتي المخصص لعمليات القطع وزي ما احنا شايفين بيتم القطع بعد انتهاء تشعب جزوع الأشجار أي على ارتفاع حوالي 40 سنتي طبعا الأدوات المخصصة للقطع هي عبارة عن البلطة اليدوية كمان فيه منشار يدوي والمنشار الكهربائي أو الآلي زي الجنزير اللي احنا شايفينه على السلايد زي ما احنا قلنا بتقطع الأشجار من أسفل على ارتفاع حوالي 40 سنتي من سطح الأرض ويتم القطع بعمل قطعتين بالبلطة من الجهتين والنشر من جهة السقوط ويراعة مهمة جدا ويراعة عدم ارتطام الأشجار بقوة على الأرض أثناء القطع حتى لا تتلف الألياف الخشبية لها مما يؤثر على تمسكها يبقى القطع بيتم من الجهتين بالبلطة ببتدي أخذ علامتين من الجهتين بالبلطة بعد كده بيتم القطع أو النشر باستخدام سواء المنشار اليدوي أو المنشار الآلي زي الجنزير من جهة السقوط بحيث أنها تأخذ في السقوط على مراحل حتى لا ترتطم بقوة في الأرض فيمتج عنها أخشاب غير صالحة للاستعمال طبعا زي ما احنا قلنا عمالة القطع بيكون فنية مدربة على عمليات القطع تعالوا مع بعض نكمل منشوف بعد كده طرق القطع زي ما احنا شايفين على السلايد عملية القطع بتتم زي ما احنا قلنا بالبلطة زي ما احنا شوف منحدد مكان بالبلطة في الاتجاهين بعد كده بيتم القطع باستخدام المنشار اليدوي أو المنشار الآلي زي الجنزير وطبعا بيتم النشر من جهة السقوط بحيث أنها ما ترتطمش بالأرض بعد سقوطها وعملية القطعة يبقى احنا كده عرفنا زراعة الأشجار التكوين العضوي وعمليات قطع الأشجار العدد المستخدمة زي ما احنا ذكرناها موجودة هي على الصورة عبارة عن البلطة اليدوية لها يد من الخشب من الخشب الزان وطبعا سلاح حاد لقطع الأشجار زي ما احنا قلنا في البداية أو تمهيد لعملية القطع بعد كده بنستخدم إما المنشار الآلي اليدوي أو المنشار الآلي أو الكهربائي زي الجنزير نكمل مع بعض كيف يتم سؤال بيجي في الامتحان مهم جدا كيف يتم نقل جزوع الأشجار من الغابات أو ما هي وسائل نقل جزوع الأشجار من الغابات إلى أماكن التصنيع طبعا الغابات هي الأماكن اللي بنزرع فيها الأشجار عايزا إلها بعد عمليات القطع إلى أماكن التصنيع حتى يتم الحصول على منتجات خشبية بالمواصفات حسب التكنولوجيا الموجودة الحديثة تعالوا مع بعض كده نشوف الوسائل الصورة طبعا هنا موضحالي أول حاجة في المناطق الحرة أو الأفريقية بنستخدم فيها الأفيال يبقى بنستخدم الأفيال في المناطق الحرة أو في المناطق اللي هي في القرى الأفريقية أما في المناطق اللي بيبقى فيها طرق بنستخدم فيها العربات الضخمة أو اللوليجيات الضخمة وكمان بنلقي الأشجار مع الأنهار في حالة وجود نهر بالقرب من الغابات بنلقي جزوع الأشجار مع الأنهار لتسير مع الطيار حتى أماكن التصنيع وإذا كان موجود فيه الغابة سكك حددية بيتم النقل طبعا في حالة الكميات الكبيرة في حالة وجود سكك حددية يبقى زي ما احنا شايفين بتستخدم الأفيال في المناطق الحرة بنستخدم العربيات الضخمة في المناطق ذات الطرق الممهدة كمان بنستخدم الأنهار في حالة وجود النهر بالقرب من الغابات وكمان بنستخدم السكك الحددية والقطارات في نقل الكميات الكبيرة يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه هي وسائل النقل المستخدمة في نقل جزوع الاشجار من الغابات حتى اماكن التصنيع بعد ما نقلنا الاشجار لاماكن التصنيع بتتم عملية القطع والنشر على حسب المأسات المطلوبة بمعنى ان احنا بنقطع الاشجار على هيئة الواح وكتل معنى الواح يعني هيكون لها طول ولها عرض ولها سمك وهنعرف ايه هي انواع الاخشاب يبقى احنا نقلنا الاشجار او جزوع الاشجار الى اماكن التصنيع بنبتدي نشيل او نزيل القشرة الخارجية وتبتدي عملية القطع سواء بالقطع الرأسي بواسطة منشار الشريط او باستخدام القطع الافقي بعد كده بنحول الاشجار الى الواح وكتل عشان نبتدي تجرى عليها عملية تسمى عملية التكفيف يعني ايه عملية التكفيف هي عملية تجرى على الاخشاب لكي يتم التخلص من اكبر نسبة مياه موجودة في الاخشاب طب احنا ليه بنخلص اكبر نسبة مياه موجودة فيها عشان ما تكونش صعبة في عمليات التشغيل ولكن اثناء التكفيف لا يتم التخلص من كل المياه الموجودة في الاخشاب ولكن بيترك كمية بسيطة او نزمة بسيطة حتى تكون هناك ليونة في عمليات التشغيل للاخشاب يبقى احنا بنقول بعد مقطعنا الأشجار على أية ألواح وكتل بتتم عملية تسمى عملية التكفيف عملية التكفيف هي عملية تجرى على الأخشاب لكي يتم التخلص من أكبر نسبة وليس كل المياه الموجودة من أكبر نسبة مياه موجودة حتى يتم الحصول على أخشاب صالحة لاستعمال كمان التكفيف ده منه طريقتين فيه تكفيف طبيعي وفيه تكفيف صناعي إيه هو التكفيف الطبيعي وإيه هي مميزاته وعيوبه والتكفيف الصناعي مميزاته وعيوبه طبعا التكفيف الطبيعي ان احنا بعد ما بنقطع الاشجار وبنحولها الواح وقتل بتترك فيه ارض فسيحة بنسميها في السوق باسم المنشر مع ملاحظة واحنا بنرس او بنخزن الاخشاب نرس الالواح الاكبر سمكا من اسفل ثم الاقل فيه السمك من اعلى مع وضع فواصل خشبية ما بين الالواح حتى تتم تكون فيه تهوية جيدة عشان تتم عملية التكفيف بشكل جيد وطبعا بنحطها تحت مظلات لحمايتها من اشعة الشمس وكمان بنغطيها بغطاء من المشمع في حالة وجود امطار في المناطق طبعا اللي فيها امطار كمان بنرفع الاخشاب على قواعد خرصانية ونحط لها الواح خشبية من اسفل عشان ما تتأثرش بعملية الرطوبة يبقى احنا عارفنا التكفيف الطبيعي ان احنا بعد ما بنقطع الاشجار بنرسها في ارض فسيحة تسمى باسم المنشر على هيئة الواح وقتل مع وضع الواح الاكبر سمكة من اسفل ثم الاقل في السمك من اعلى مع وضع فواصل بغرض التهوية وضعها تحت مظلات لاشعة الشمس حمايتها من اشعة الشمس كمان برفعها على قواعد خرصانية لحمايتها من الرطوبة كمان بغطيها بغطاء من المشمع في حالة وجود الامطار ده التكفيف الطبيعي ولكن ده مميزات والعيوب ايه مميزات التكفيف الطبيعي؟ من مميزات التكفيف الطبيعي إنه بيخلص لي الخشب من أكبر نسبة مية موجودة ولكن من عيوبه بياخد فترة كبيرة في أثناء عمليات التكفيف يبقى عرفنا التكفيف الطبيعي وعرفنا مميزاته وعيوبه تاني من مميزات التكفيف الطبيعي إنه فعلا بيخلص الخشب من أكبر نسبة مية موجودة ولكن من عيوبه بياخد فترة كبيرة عملية التكفيف قد تصل إلى عدة سنوات أما التكفيف الصناعي طبعا صناعي بيستخدم فيها الأجهزة والمكينات الحديثة الصناعية بعد ما بنحول الأخشاب لألواح وكتل بيتم وضعها داخل استوانات معدنية بنوصلها بالطارق قربي الطارق قربي أو الاستوانات دي أو الأحواط دي بعد ما بنحط فيها الألواح بتحول الطاقة القربيية لطاقة حرارية بتعمل على تبخر المياه الموجودة ولكن برضو بيبقى ليه مميزات وليه عيوب من مميزات التكفيف الصناعي إن فترة التكفيف بتكون من 4 إلى 6 ساعات طبعا فترة ليلة ولكن من عيوبه ما بيخلص ليش الخشب من أكبر نسبة مياه موجودة يبقى زي ما احنا قلنا التكفيف الطبيعي والتكفيف الصناعي كل واحد منهم بيكون لهم مميزات وليه عيوب تعالوا مع بعض نشوف الكلام ده على سلايت بعد ما بنقطع الأشجار وبنشيل الإشرة الخارجية بيتم إزالة الفروع والأخصان ثم يتم تقسيم الجزع على هيئة ألواح وكتل زي ما احنا شايفين حسب المأسات والاحتياجات المطلوبة بعد كده بتتم عملية تسمى عملية التكفيف وعملية التكفيف تعرفها هي عملية تجرى على الأخشاب بغرض تخليص الأخشاب يبقى هي عملية بتتم على الأخشاب بغرض أن احنا بنخلص الخشب من أكبر نسبة مياه موجودة ولا يعني التكفيف إزالة كاملة للمياه بل يجب الابقاء على كمية معينة بسيطة بعد التكفيف حتى لا يفقد الخشب مرونته وتماسك أليافه ويصبح حشا يبقى يفضل طبعا إن احنا بنسيب كمية بسيطة عشان تكون في سيولة سهولة في عمليات التشغيل والتصنيع عملية التكفيف طبعا زي ما احنا قلنا نوعين فيه تكفيف طبيعي وفيه عندي تكفيف صناعي طبعا التكفيف الطبيعي قلنا مميزاته وعيوبه التكفيف الطبيعي زي ما احنا شايفين قادي شكل الألواح والكتل زي ما احنا قطعناهم بنرفعهم على الأرض طبعا بواسطة أواعد خرصانية كمان بنحطها تحت مظلات وبنبتدي نرس الألواح الأكبر من أسفل ثم الأقل في السمك من أعلى مع وضع فواصل زي ما احنا شايفين بغرض التهوية كمان بنغطيها بغطاء من المشمع زي ما احنا نشوف دلوقت هون في حالة وجود الأمطار بنبتدي نغطي الألواح بتاعتنا لأنه موجودة في الطبيعة أو في المنشر زي ما احنا قلنا وده بيكون التكفيف الطبيعي وطبعا قلنا من مميزاته أنه بيخلص لي أكبر نسبة ميا موجودة ولكن من عيوبه بياخد فترة كبيرة في أثناء التكفيف وتكلمنا عن التكفيف الصناعي وقلنا أن التكفيف الصناعي بيتم داخل أحواض استوانية بعد كده بيخلص لي الخشب من نسبة الميا ولكن مش بنسبة كبيرة ولكن من المميزات التكفيف الصناعي أن فترة التكفيف بيكون من 4 إلى 6 ساعة نتيجة طبعا التكفيف السيء ونتيجة عدم الاهتمام بعمليات التخزين والترسيس لأن التكفيف بيتم عن طريق عملية التخزين والترسيس للأخشاب زي ما احنا قلنا الأكبر سمكة من أسفل سم الأقل وضع فواصل ترك مسافات بينها بغرض التهوية ده بنسمي التكفيف الطبيعي ولكن نتيجة عدم العناية باستخدام الترسيس والتخزين عيوب بتظهر في الأخشاب يبقى العيوب دي بتظهر نتيجة سرعة في التكفيف أو نتيجة التخزين الخطأ أو عملية سيئة في عمليات الترسيس للأخشاب والإهمال في وضع الأخشاب بالترتيب اللي احنا قلنا عليه فبينتج عنه أخشاب بيكون فيها عيوب طبعا أكثر العيوب دي بتكون متمثلة في الانكماش وفي العقد الموجودة في الأخشاب والعقد دي لو كانت كبيرة طبعا بتكون مضرة جدا بالأخشاب ولكن إذا كانت بسيطة أو صغيرة ما تكونش كتيرة أو منتشرة بشكل كبير في الأخشاب طبعا هنعرف إزاي بيتم انتقاء الأخشاب واختيارها للاستعمال لأن احنا قلنا بنتكلم عن الأخشاب من جميع الجوانب لحد ما نوصل إيه أنواع الأخشاب يبقى احنا بنقول نتيجة سوء التكفيف بينتج عنها أخشاب بيكون فيها عيوب العيوب دي بتكون عبارة عن انكماش بينتج فيه الخشب الانكماش بيكون بيؤدي إلى التواء وتقوص في الأخشاب وتشكك كمان في الأخشاب وبيؤدي إلى عمليات تسوس وكمان بيكون فيها عقد والعقد دي زي ما احنا قلنا لو منتشرة بشكل كبير طبعا بتكون مضرة جدا بالأخشاب أو تكون عقد كبيرة بتنفصل عن الخشب طبعا ما ينفعش أن احنا نشتغل بالعقد الخبيثة تعالوا مع بعض كده نشوف على الاسلايط ايه هي العيوب والتغيرات التي تحدث للأخشاب طبعا بالتوضيح بالصور يبقى احنا بنقول نتيجة سوء التخزين بينتج عنها عيوب وتغيرات بتتعرض لها الأخشاب بعد عمليات التكفيف التغيرات دي بتتكون فيه الانكماش زي ما احنا شايفين بيؤدي إلى انكماش الخشب مما يؤدي إلى تفلقه وكمان بيؤدي إلى التواءه وتقوصه بالشكل اللي احنا شايفينه يبقى احنا بنقول نتيجة هذا الإساءة وعدم التعامل في عمليات التكفيف بشكل جيد او في التغزين او في عمليات الترصيص بينتج عنها الانكماش وبالتالي تشقق وتقوص والتواء في الأخشاب كمان بيكون فيها عقد خبيثة اللي احنا اتكلمنا عليها تعالوا مع بعض بقى كيف يتم انتقاء الأخشاب واختيارها للاستعمال بعد ما احنا اتكلمنا عن الزراعة واتكلمنا عن عمليات القطع وعرفنا هي عملية التكفيف وإيه هو التكوين العضوي وعرفنا مكوناته وبعدين بنعمل بنشوف ايه هي عمليات التكفيف سواء كان طبيعي او صناعي وعرفنا مميزاته وعيب كل نوع طيب كيف يتم انتقاء الأخشاب واختيارها ازاي اختار الأخشاب ويكون صالحة للاستعمال اولا يجب ان تكون الألواح منتظمة ومستقيمة لا التواقى فيها او انحناءات زي ما احنا قلنا الخشب يكون مستقيم ونضيف يعني يكون خالي من العقد ما فيهوش تقوص ما فيهوش انكماش كل دوت من ضمن اختيار الأخشاب اللي هي جيدة ان تكون صالحة للاستعمال يبقى اول حاجة ان تكون الألواح مستقيمة ونظيفة ومستوية خالية من اي اعوجاج او انحناءات موجودة في الأخشاب تانية حاجة لازم ان تكون خالية من العقد العقد الخبيسة اللي هي بتنتج نتيجة سوق اللي ايه التكفيف كمان لازم ان تكون الحلقات الثانوية اللي احنا قلنا عليها بتتكون كل سنة حلقة منها الحلقات السنوية دي لازم أن تكون متبعدة بانتظام يعني لازم أن تكون منتظمة في التباعد السبب لأن لو لقينا في تباعد في الحلقات السنوية بيدل ذلك على ضعف في الشجرة طيب أنا بص على الحلقات السنوية أزاي ببص على أحرف الخشب اللي احنا بنسميها في السوق اللي هي أورة الخشب ببص على الأورة بشوف الحلقات السنوية هل يطار هي منتظمة ولا فيها تباعد لأن لو منتظمة بتكون صالحة لإستعمال أو جيدة ولكن إذا كانت المسافات بين الحلقات متبعدة بيكون بيدل على ضعف في الشجرة يبقى العيوب بتاعتنا الأخشاب الصالحة للاستعمال تكون سليمة مستوية خالية من العقد والتشقق والتسوس كمان تكون الحلقات السنوية بتاعتها الحلقات السنوية تكون منتظمة وطبعا هنشوف الكلام ده بشكل مفصل على الإسليب يبقى سؤال بيجي في الامتحان كيفية انتقاء الأخشاب واختيارها للاستعمال تعالوا كده مع بعض نشوف أولا كيف يتم انتقاء الأخشاب واختيارها للاستعمال واحد يجب أن تكون الأخشاب ذات منظر نظيف وأن تكون مستوية ثانيا أن تكون خالية من العقد الخبيثة وأي تسوس أو تشقق أو انكماش في الخشب كمان تعطي صوتا رنانا الصوت الرنان للأخشاب ده بيدل على أن أجري عليها عملية التكفيف معنى كده أن تديني صوت رنان يبقى عملية التكفيف تمت بشكل مناسب يبقى أن تعطي الأخشاب صوتا رنانا عند الترك عليها للتأكد من تمام واكتمال جفافها أن تكون الحلقات السنوية واتكلمنا طبعا عن الحلقات السنوية أن تكون الحلقات منتظمة وإلا دل ذلك على ضعف فيه الشجرة يبقى انتقاء الأخشاب مهمة جدا لأنه هو ده الأساس اللي هتبتدي تشتغل عليه تعالوا بعد كده نعرف بقى وصلنا للحاجة المهمة جدا وهي أنواع الأخشاب طبعا بعد الحاجات دي كلها وصلنا للأخشاب هل يطار الأخشاب نوع واحد؟ لا طبعا أنواع كتير وفيه منها أخشاب طبيعية وأخشاب مصنعة وبيصنعها الإنسان من بقايا الأخشاب الطبيعية طيب إيه هي الأخشاب؟ كمان فيه الأخشاب المصنعة اللي احنا قلنا عليها ودي بيصنعها الإنسان من بقايا وفضلات الأخشاب الطبيعية يعني كمان الأخشاب المصنعة بيتم إنتاجها من الأخشاب الطبيعية وبيلجأ إليها الإنسان في حالة الحصول على مأسات مش موجودة في المأسات الطبيعية وهنتكلم عن كل نوع وإيه تفاصيله وإيه مأساته وإيه كمان إيه إيه البلد المنتجة أو اللي إحنا بنستورد منها إيه الأخشاب وهي الأخشاب الموجودة في جمهورية مصر العربية نشوف كده أنواع الأخشاب أنواع الأخشاب قلنا فيه منها نوعين أخشاب طبيعية وأخشاب مصنعة أو أخشاب صناعية الأخشاب الطبيعية بتنقسم إلى أخشاب لينة بيكون فيها ليونة خفيفة الوزن وأخشاب صلبة بتكون صلبة وبتكون تقيلة الوزن أو وزنها بيكون تقيل الأخشاب اللينة طبعا بتنقسم زي ما احنا قلنا فيه منها خشب البيض فيه منها الخشب المسكي والخشب المسكي ده اللي هنركز عليه في سلاس سنوات سنة أولة وتانية وتالتة ده اللي هنشتغل عليه فيه سواء كان في مادة التخطيط اللي هناخدها إن شاء الله في الصف الثاني أو في التدريبات العملية بيتم إنتاج التمارين وتنفيذ التمارين باستخدام خشب المسكي وهنتكلم عليه بشكل مفصل كمان فيه عندي من ضمن الأخشاب اللينة الخشب العزيزي أو ما يطلق عليه بيت شباين يبقى احنا قلنا الأخشاب اللينة خشب البيض وكمان الخشب المسكي والخشب العزيزي تعالوا مع بعض نشوف الأخشاب الصلبة زي ايه؟ طبعا أشهر أنواع الأخشاب الصلبة موجودة في مصر هو الخشب الزان والخشب الأرو يبقى الخشب الزان كمان عندي خشب البلوت والخشب الأرو كمان عندي الخشب المهوجني والأبانوس يبقى أنا عندي أخشاب كتير جدا صلبة ولكن أشهرها استعمالا في مصر خشب الزان، خشب البلوت، الخشب الأر، المهجني وكمان الأبانوس ولكن هناك أنواع كتير جدا بنذكر منها الأشهر استعمالا في مصر أما الأخشاب المصنعة وقلنا أنها بيتم تصنيعها من بقايا وفضلات الأخشاب الطبيعية مع إضافة بعض المواد الصناعية لعمليات التصنيع الأخشاب المصنعة قلنا زي الخشب الأبلاكاج كمان عندي الخشب الكنتر والخشب الحبيبي والخشب الفايبر أو ما يطلق عليه خشب الـ MDF وفيه كمان الـ HDF يبقى أنا عندي الأخشاب المصنعة حوالي أربع أنواع هم مشهورين الأبلاكاج، كمان الكنتر، خشب الحبيبي، والخشب الـ MDF يبقى احنا قلنا الأخشاب الطبيعية والأخشاب المصنعة تعالوا بقى نتكلم عن الأخشاب الطبيعية وبالتحديد الأخشاب اللينة وقلنا أفضل إحنا قلنا تكلمنا عن ثلاث أنواع في الأخشاب اللينة قلنا النوع الأولاني وهو الخشب المسكي والخشب البيض والخشب العزيزي جميع هذه الأنواع السلاسة بتكون تحت الفصيلة السنوبرية أو من ضمن الفصيلة السنوبرية يعني هنشوف السنوبر الأبيض اللي هو خشب البيض السنوبر الأصفر اللي هو الخشب المسكي السنوبر الراتنجي اللي هو الخشب العزيزي أو ما يطلق عليه البيت شباين كل نوع من الأنواع دية ليه كسافة طبعاً بيستورد من مكان مختلف كمان بيكون ليه مأسات وأطوال واستخدامات مختلفة عن الآخر تعالوا مع بعض كده نشوف أنواع الأخشاب اللينة زي ما احنا قلنا بتنتمي الأشجار اللينة أو الأخشاب اللينة إلى الفصيلة الصنوبرية وهي سهلة التشغيل والتشكيل ويطلق عليها في الأسواق الاستلاحات الآتية أول نوع طبعاً قلنا عليه خشب البيض أو ما يطلق عليه السنوبر الأبيض ليستورد من كندا وروسيا ويعرف بسنوبر بلاد الشمال لونه أبيض مائل قليلاً إلى الإسفرار هو خشب لين خفيف الوزن كسافته بالكم من ربعمية لخمسمائة كيلو جرام للمتر المكعب يبقى الخشب البيض بيكون لونه أبيض مائل قليلاً إلى الإسفرار وزنه طبعاً من ضمن الأخشاب اللينة وزنه خفيف الوزن كسافته بالكم من ربعمية لخمسمائة كيلو جرام للمتر المكعب ويوجد في الأسواق على أي ألواح ومراين المراين اللي هي اللي احنا بنقول عليها الكتل تعالوا بقى نشوف الخشب البغاد زي ما احنا شايفين على السلايد الصورة هنا بتوضح لي ان خشب البغاد فعلا لونه أبيض مائل قليلا الاسفرار السمرة بتاعته بتكون غمقة شوية مديها للون البيج وبتكون فيه فراغات واسعة ما بين السمرة وبعضها وطبعا تكون من عدمة يعني هي بينها في الصورة ولكن في بعض الأنواع قد تكون السمرة دي منعدمة وهي فعلا لونه أبيض واضح وكمان بيكون مائل قليلا جدا إلى الاسفرار ده الخشب السنوبر الأبيض أو ما يطلق عليه خشب البيض النوع الثاني عندي وهو الخشب الموسكي طبعا الخشب الموسكي ده نركز عليه جدا لأنه هننفذ بالتمارين بتاعتنا على مدار الثلاث سنوات وكمان هنشتغل عليه في مادة زي نحسب الكميات ونحسب الأعمال خاصة بأعمال النجارة باستخدام خشب الموسكي وهنعرف إيه أطواله والعروض الموجودة في السوق كمان السمك بتاعه وهنشوف هو بيجي منين يبقى الخشب الموسكي من ضمن الفصيلة السنوبرية ولكن يطلق عليه السنوبر الأصفر بيستورد من روسيا والسويد لونه بيكون أكثر اسفرارا وأسقل وزنا من البيض يبقى هو قريب للبيض ولكن بيكون أكثر اسفرارا كمان بيكون وزنه أكبر من البيض كسفته كمان بيكون أكبر من البيض من 600 إلى 650 لأن البيض من 400 إلى 500 ده أكبر من 600 إلى 650 كيلو جرام للمتر المكعب وبيستعمل بكسرة في أعمال نجارة العمارة يبقى الخشب الموسكي بيكون موجود في روسيا أو بنستورده من روسيا والسويد لونه أكثر اسفرارا وأسقل وزنا من البيض كسفته بيكون من 600 إلى 650 كيلو جرام للمتر المكعب بيستعمل بكسرة في أعمال نجارة العمارة زي ما احنا شايفين ده منظور للخشب المسكي عايزة وضح عليه الأطوال الموجودة في الأسواق وطبعا لازم أن نكون عارفين أن الخشب المسكي بيكون موجود في مكان بنطلق عليه اسم المغلق يبقى الخشب المسكي بيكون موجود في المغلق بينجيب منه الأخشاب الخشب المسكي بيكون موجود بأطوال وعروض وسماكة بيكون طبعا بالأطوال بتبدأ من 3 إلى 6 متر دي الأطوال الموجودة ولكن في أطوال لحد 7 متر وعشرين ولكن بنسميها أطوال نادرة أو شزة يعني ممكن تكون موجودة أو مش موجودة لكن الموجود في السوق من 3 إلى 6 متر بزيادة قدرها 30 سنتي يعني إيه؟ يعني بيبتدي من 3 بزود 30 يبقى 3-30 63-93 لحد 6 متر يبقى الأطوال بتبدأ من 3 إلى 6 متر بزيادة قدرها 30 سنتي أما العروض بتبدأ من 7 سنتي ونص إلى 30 سنتي بزيادة قدرها 2 سنتي ونص يعني إيه؟ ببتدي العرض من 7 ونص بعد كده بزود 2 ونص يبقى 10 12 ونص 15 لحد 30 سنتي طب في حالة الحصول على أخشاب أكبر من 30 اللي موجود في السوق العرض 30 طب لو أنا حابي بعمل ديسك مثلا عرضه 40 يبقى أنا هتطر أن أجيب لحين لوح عرضه 20 و20 وابتدي أعمل لهم عملية لصق باستعمال عملية تطلق علي عملية اللحمات يبقى أنا أبتدي ألصق لحين أو أكثر للحصول على مأسات غير موجود منها في الأسواق يبقى العرض بتاعي بيبدأ من 7 ونص إلى 30 سنتي بزيادة قدرها 2 سنتي ونص أما السماكة بتاعتي أو السمك بيبدأ من بوصة إلى 4 بوصة والبوصة طبعا معروفة تقريبا حوالي 2 سنتي ونص يبقى احنا كده ركزنا شوية على الخشب الموسكي عرفنا أنه هو بيتجاب من المغلق عرفنا أطواله عرفنا العروض وعرفنا السماكة بتاعته علشان هو ده الخشب اللي هركز عليه بعد كده على مدار السلاث سنوات نرجع تاني نشوف الأطوال والعروض والسمك بتاعنا زي ما احنا شايفين الخشب الموسكي الطول بتاعه طول اللوح بتاعي بيبدأ من 3 إلى 6 متر بزيادة قدرها 30 سنتي زي ما احنا شايفين 3-33-63-63-94-20 وهكذا حتى 6 متر أما العرض بيبدأ من 7 سنتي ونص العرض بتاعي من 7 ونص إلى 30 بزيادة قدرها 2 سنتي ونص زي ما احنا قلنا 7 ونص عشرة 12 ونص وهكذا بعد كده السمك بتاعي بيبدأ من 2 ونص إلى 10 سنتي طبعا بوصة إلى 4 بوصة لأن احنا قلنا تقريبا البوصة 2 سنتي ونص يبقى الخشب الموسكي ركزنا عليه وعرفنا أنه هو بيجاب من روسيا والسويد بيكون لونه أكثر سفرارا من البياض أسقل وزنا كسفته من 600 إلى 650 وكمان بنستخدمه بكسرة في أعمان جارة العمارة آدي الخشب الموسكي زي ما احنا شايفين آدي الألواح بتاعته واد المراين أو القتل زي ما احنا شايفين الحلقات السنوية منتظمة وكمان لونه فعلا أكثر سفرارا من البياض كمان الصمرة بتاعته بتكون المتقربة من بعضها والصمرة دي هي عصب الخشب يعني الصمرة الموجودة في الخشب دي هي فعلا العصب بتاع الخشب أو الموجود فيه الأخشاب نكمل مع بعض نشوف الخشب اللين التالت وهو الخشب العزيزي أو ما يطلق عليه السنوبر الراتنجي اللي احنا بنسميه بيت شبين بيكون لونه أصفر غامق مشرب بالإحمرار يعني هو أصفر بيكون مائل إلى الإحمرار وطبعا أسقل وزنا من الموسكي كسفته بتصل من 750 إلى 900 كيلو جرام طبعا أفضل أنواع الأخشاب والخشب العزيزي وأغلاهم وأمتنهم كمان بيستعمل في الأعمال الإنشائية وتصنع منه بعض المشغولات النجارة والأساس كما لأنها بتطلب فيها قوة التحمل والإحتمال يبقى الخشب الرواتنجي أو السنوبر العزيزي اللي هو البيت شبين بيكون لونه أصفر غامق مشرب بالإحمرار تعالوا نشوف مع بعض الصورة بتاعته زي ما احنا شايفين الصمرة بتاعته بتكون شكلها جميل وكمان بتظهر بعد الدهان بإحدى الورنشات اللي هي زي الأسطر بتبين فعلا الصمرة وبتبين الفخامة في الأخشاب خشب العزيزي من أفضل الأخشاب الليينة وطبعا أغلاهم سمنا وأمتنهم وكمان كسفته بتكون أكبر زي ما احنا شايفين الصمرة بتاعته بتكون عريضة وفي بعض الألواح بتكون الصمرة واخدى شكل أمواج بتبين فيها أمواج زي ما احنا قلنا الصمرة هي العصب بتاع الخشب والخشب العزيزي من أفضل الأخشاب الليينة هنخش بعد كده على الأخشاب الصلبة احنا قلنا فيه أخشاب لينة وأخشاب صلبة وقلنا الأخشاب الليينة الخشب المسكي والخشب البياض والخشب العزيزي أما الأخشاب الصلبة أولهم وأشهرهم هو الخشب الزين ده موجود بكسرة في مصر أشهر أنواع الأخشاب الطبيعية الصلبة وأكسرها استعمالا طبعا في مصر وبالأخص في صناعة نجارة الأساس نركز مع بعض النوع الأصلي بيكون لونه أبيض يبقى الخشب الزان في الطبيعة لونه أبيض ولكن بيميل إلى الإسفرار ويتحول إلى البن الفاتح الماء للإحمرار يبقى إحنا بنشوفه فعلا لونه بن فاتح مائل قليلا للإحمرار بعد عملية التكفيف يبقى الخشب الزان أصلا لونه أبيض ولكن بعد عملية التكفيف بيتحول إلى اللون البن الفاتح مائل قليلا إلى الإحمرار عشان كده نركز مع بعض لأن بعض الناس أو التجار بيدهنوا الأخشاب بحيث أنه يتبلك اللون اللي انت عارفه في الخشب الزان اللي هو البن الفاتح المال للأحمرار ولكن لازم أن نخلي بنا ونبص على الخشب نعرف هل يترى هو مدهون واللي هو فعلاً دلونه الطبيعي علشان نحصل ويتم انتقاء واختيار الأخشاب الصالحة والمطبقة للمواصفات اللي هننفذها يبقى احنا بنقول الخشب الزان بيكون لونه في الأصل أبيض ولكن بعد عملية التكفيف بيتحول إلى اللون البن الفاتح مائل قليلاً إلى الإحمرار طبعاً كسفته بيكون حوالي 740 كيلو جرام للمتر المكعم نشوف كده مع بعض على السلايد النوع الثاني من الأخشاب أو نشوف شكل الأخشاب خشب الزان زي ما احنا شايفين هو لونه فعلاً مائل قليلاً هو لونه بني فاتح ولكن بيميل إلى الإحمرار زي ما احنا شايفين الألواح منه بويء القتل وهو من الأخشاب الصلبة وأكثر استعمالاً في نجارة الأساس في مصر كمان عندي نوع جيد جداً وهو الخشب الأرو واللي بناخد منه القشرة الأرو اللي بنعملها على الأبواب أو في بعض المنتجات وهي الأساس يبقى الخشب الأرو من الأخشاب الصلبة السمينة سقيل الوزن بيصنع منه الأساس الفاخر وتأخذ من جزوع الأشجار القشرة الخارجية بتاعته المعروفة باسمه اللي هي القشرة الأرو ومن أفضل أنواع الأرو النمساوي لونه بيكون بني فاتح بيميل قليلاً إلى الإسمرار يبقى مش بيميل الأحمر لأ بيميل قليلاً إلى الإسمرار أليافه متجانسة مستقيمة المتر مكعب منه بيكون من 800 كسافته من 800 إلى 900 وبيك طبعاً بنجيبه أو بنستورده من نمسا وين المجر تعالوا نشوف كده لونه على السلايد زي ما احنا شايفين شبيه جداً لخشب الزان ولكن بيميل إلى الإسمرار يبقى الزان بيميل قليلاً إلى الإسمرار ولكن الخشب الأرو بيميل قليلاً إلى الإسمرار النوع التالت من الأخشاب الصلبة وهو الخشب المهوجني ويمتاز باندماج أليافه واستقامته وكمان قبليته الجيدة للسقل والتلميع طبعاً زي ما احنا قلنا عند دهنه بالدهنات الشفافة زي الأسطر بتبين السمرة بتاعت الخشب وبيكون لونه بني مائل قليلاً لإحمرار بيزن المتر مكعب منه من 900 إلى 950 ودايماً بيستعمل في صناعة الأساس وهياكل السفن نشوف كده مع بعض آد الخشب المهوجني كمان من ضمن الأخشاب الصلبة خشب الأبانوس وده اللي احنا بنستخدمه في عمل الزخارف على المشغولات الخشبية من أجود وأغلى أنواع الأخشاب بوجه نعام بتوجد منه أنواع عديدة خشب القلب بيكون لونه قاطم أو غامئ أما الخشب الضهر أو الضهر بتاعه بيكون لونه فاتح ويعد هذا النوع من أسقل الأخشاب وأصلبها وكمان بناخذ منه الكشرة السميلة ودايماً بيستعمل في عمل الزخارف والأشغال الدقيقة والخراطة والتطعيم وبيستخدم دايماً في زخرافة آلات النفخ الموسيقية ده خشب الأبانوس طبعاً هنشوف نوع منه ولكن منه ألوان وأشكال منه كتير كمان عندي من ضمن الأخشاب النوع التاني بعد الأخشاب الطبيعية اللي احنا ذكرناها الليينة والصلبة عندي الأخشاب المصنعة ودايماً بيتم تصنيعها من بقايا وفضلات الأخشاب الطبيعية مع إضافة بعض الكيمويات أو بعض الحاجات الصناعية اللي بيتم إنتاجها في المصنع تعالوا نشوف مع بعض كده أول نوع الأخشاب المصنعة عبارة عن رقائق من طبقات خشبية بوضع خاص يبقى أنا بأخذ طبقات خشبية أو رقائق خشبية من الخشب الطبيعي وابتدي أرصها بشكل طبقات حسب الغرض والسمك المستخدم من أجله وتجمع هذه اللوحات بين سهولة التشغيل والتصنيع كمان بيتم الحصول عليها بمقاسات غير موجود منها في الأسواق لأننا اللي بصنعها وبصنعها بالمقاسات اللي أنا عايزها طبعاً بيكون فيه استواء للأسطح وعدم قابليتها للتمدد لأن الألياف بيكون متعكسة مما ينتج عنها عدم قابلية للتمدد والانكماش أول ألواع المصنعة وهو ألواع الأبلاكاج وطبعاً زي ما احنا عارفين أنه بيتم الحصول على الرقائق الأبلاكاج من جزوع الأشجار بيأخذ القشرة الخارجية ونبتدي نرصها ونحطها على هي الطبقات متعكسة وبيكون العدد الطبقات دي بيكون عدد فردي يبقى أنا بأخذ القشرة الخارجية للجزوع الأشجار أو الأخصان بتاعتي وابتدي أرصها بشكل متعكس بعد كده بحطها بالمقاسات اللي أنا عايزها وهنشوف مقاساتها دلوقتي وبيتم طبعاً لسقها بوسطة مواد لسقة زي الغراء وكبسها على مكابس هيدروليكية الحديثة بعد ذلك بيتم أصها بالمقاسات بتاعتي وبتكون على شكل طبقات إما بتكون طبقات فردية إما ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو حداشر طبقة عشان خاطر يبقى فيه الوش والظهر بنفس الشكل تعالوا مع بعض كده نشوف ألواح وشكل ألواح الأبلاكاش ألواح الأبلاكاش بتتكون من عدة رقائق خشبية تامة الجفاف بتكون مرتبة فوق بعضها متعمدة يعني بتحط بشكل متعكس طبعاً التعكس ده بيؤدي إلى انعدام عملية اللي هي الإنكماش أو التمدد كمان بتكون بنلزقها الطبقات دي بالغراء مع ضغطها تحت مكابس هيدروليكية وبتكون عدد طبقات فردي يعني ممكن تكون ثلاث طبقات أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو حداشر وتستعمل طبعاً الألواح الأبلاكاش زي ما احنا شايفينها في نجارة العمارة وفي تجليد الأبواب وتجليد الحوائط والقواطيع الخشبية كمان بنستخدمها في أعمال الإنشاءات الخرصانية في عمل الدورانات والمنحنيات الموجودة في المباني والعمارات السكنية كما يستعمل بقصرة في نجارة وتجليد أعمال الأساس نشوف كده شكل الألواح طبعاً دي سمكها طبعاً هي متكبرة لكن زي ما احنا شايفين أليافة متعكسة بتبلي طبقات طبعاً متعكسة زي ما احنا شايفين المأساة بتاعتها في عندي أبلاكاش حور بيكون لطول طوله بيكون حوالي متر 53 وعرضه متر 53 السمكة بتاعته 3 ملي 4 ملي أو 5 ملي في عندي أبلاكاش زان صدة فيه ابتجاه الطول بيكون 2 متر في متر 22 وفيه منه 2 متر 20 في متر 22 وفيه منه طول 2 متر فيه عرض متر 25 بنفس السمك 3 أو 4 أو 5 ملي كمان عندي الأبلاكاش الزان في اتجاه القص اللي هو اتجاه العرضي بيكون متر 22 في 2 متر أو متر 22 في 2 متر 20 السمك بتاعه برضو بيكون 3-4-5 ملي النوع الثاني من الأخشاب المصنعة وهو الخشب أو ألواح الكنتر وطبعاً بيتم الحصول على أخشاب الكنتر من بقايا وفضلات الأخشاب الطبيعية زي ما احنا قلنا زي الخشب البيض والخشب المسكي بياخد البقايا أو الفضلات بتاعة الأخشاب وابتدي أرصها الفضلات دي بيكون بأطوال حوالي متر والعرض بيكون حوالي 5 سنتي السمك بيكون 2 سنتي بياخد الأطوال دي وأبتدي أرصها جنب بعضها وازقها طبعاً بالغراء وبعدين بتتحط تحت مكابس هيدروليكية بإشرة أبلاكاج من فوق وكمان إشرة من تحت يبقى أنا كده عملت الألواح الكنتر يبقى الألواح الكنتر دي بيتم تصنيعها من فضلات أو بقايا أو الحاجات اللي اتبقت معايا من الخشب البيض أو الخشب المسكي مع وضع لسق من أعلى قشرة أبلاكاج ومن أسفل برضو نفس النظام على مكابس هيدروليكية وطبعاً بنزود لها شاتزان عشان تحمي الحواف بتاعتها في حالة استخدامها وتصنيعها في نجارة الأساس يبقى احنا عرفنا الخشب الكنتر بينجيبه في منين وبيتم الحصول عليه منين من البقايا الأخشاب الطبيعية تعالوا مع بعض كده نشوف سمكه وعرضه وأطواله عندي ألواح الكنتر بتكون على شكل سداي بتامة الجفاف عرضها بيكون حوالي 1.5 إلى 2 سنتي لا يزيد طوله عن 1 متر بتجمع بجوار بعضها ويتم ذلك بطريقة آلية يبقى فعلاً بتم تجمعها بجوار بعضها ولسقها بطريقة آلية ثم تغطى بطبقة من القشرة السميكة بتكون سمكه حوالي 2 إلى 3 ملي من كل الوجهين من أعلى ومن أسفل مأسات الكنتر الشائعة طول 2 متر 20 في متر 22 ده طول اللوح وعرضه كمان بيكون فيه مأسات 2 متر في متر 25 كمان بيكون فيه متر 44 في متر 20 أما التخنات والسمكة بتاعته بتكون من 16 إلى 22 ملي بيبقى طبعاً بالمتر مكعب في حالة الكميات الكبيرة ولكن إذا تم بايعه بكميات محددة أو باللوح بيتم طبعاً حسابه باللوح للكميات المحدود نشوف مع بعض كده شكل الكنتر زي ما احنا شايفين عن السلايد الصورة موضحة ده عبارة عن فضلات من خشب البياد تم تجمعها بجوار بعضها وتم نسقها بكشرة أبلاكاج من أعلى ومن أسفل وتم تجمعها بطريقة آلية وكبسها بواسطة مكابس هيدروليكية وطبعاً عشان نحمل حواف بتاعتنا بنركب لها أشاط من خشب الزين يبقى ده الخشب الكنتر يبقى قولنا الأبلاكاج كمان الكنتر النوع التالت عندنا وهو الخشب الحبيبي والخشب الحبيبي ده بيتم أخذه من فضلات بقايا الأخشاب زي نشارة الخشب بري الأقلام ساس الكتان فضلات المحالج كمان من فضلات القطن يبقى احنا باخده من فضلات إما الأخشاب أو من بعض بقايا المواد الصناعية طبعاً مع بعض إضافة عليها المواد الصناعية وخلطها مع بعض لكي تصبح خليط بعد كده بيحطها طبعاً في أوالب لحد ما تنشب بعد كده بنبتدي نجبسها بإشرة فرومايكا من أعلى ومن أسفل تحت مكابس هيدوركية بضغط معين وبرضو بنزود لها بإشواط زين والخشب الحبيبي ده منتشر جداً في مصر تعالوا نشوف كده مع بعض مميزاته مميزات الخشب الحبيبي الموجود بيحوي تصنيعه أساساً على شكل ألواح كبيرة وبمأسات المطلوبة زي ما احنا قلنا احنا بنعمل الأخشاب لكي يتم الحصول على ألواح ذات مأسات غير موجود منها في الأسواق كمان بيكون متجانس التركيب وبيكون خالي من العقد ده اللي صنعته ما بيكونش فيه عقد أو شكوك أو تشقك كمان بيكون بنستخدمه كعازل للصوت كمان بنستخدمه مانع للصدى ولا يتأثر بالحرارة أو الرطوبة كمان بيكون شديد المتانة وقوة الاحتمال بتاعته بيكون عالية كمان بيكون رخيص السمن وبيوفر فيه التكاليف والجهد والإنتاج يبقى احنا عرفنا مميزات خشب الحبيبي طبعا بنحصل عليه بالمأسات المطلوبة بيكون خالي من العقد والعيوب الموجودة فيه الأخشاب عازل للصوت ومانع للصدى كمان فيه منه أنواع لا تتأثر بالحرارة أو الرطوبة وكمان شديد المتانة وكمان رخص فيه التكاليف أو فيه اقتصادي فيه التكاليف بتاعته ولكن من عيوبه الخشب الحبيبي زي ما احنا شايفينا على السلايد اهو ده الخشب الحبيبي طبعا عشان نحمل حواف بتاعته أو الحروف بتاعته برضو بنركب له أشاط زان بالأربع جهات طيب ايه عيوب الخشب الحبيبي وكيف يمكن تلافي هذه العيوب في أعمال التصنيع أول عيب طبعا عرضة للتفتت زي ما احنا قلنا في الزوايا والأركان عشان كده بنعمله أشاط زان على الأحرف يبقى بيكون عرضة لأعمال التفتت طبعا لو انا سبت ومعركبت لهش أشاط زان بيبتدي يتفتت وطبعا بتنهار القتلة الخشبية بتاعت الخشب الحبيبي عشان أحميه بيبتدي أركب لهشاط زان على الأحرف الأربعة كمان عشان نتغلب على الرائحة بتاعته لأنه طبعا من فضلات أو فيه مواد صناعية بيتم دهانه ببعض الورنشات الصناعية ويلصق طبعا بالإشرة الفورمايكا اللي احنا قلنا عليها من أعلى ومن أسفل يعني من الوجهين مأساته الموجودة في الأسواق بتكون متر اتنين متر اربعة واربعين طول في متر اتنين وعشرين عرض كمان فيه منه تلاتة متر ستة وستين في متر اتنين وعشرين السمك بتاعه زي ما احنا شايفين ستة أو تمانية إلى خمسة وعشرين إلى ستة وثلاثين ملي وبيختلف السعر على حسب التخانة طبعا السعر بيختلف التخانة لو زادت بيكون السعر رخيص ولكن إذا قلت التخانة بيكون سعره غالي في التكاليف زي ما احنا شايفين على السلاي دهو طبعا بيختلف السعر تبعا لتخانة اللوح فكلما زادت التخانة قل السعر للمتر المكعب والعكس كلما قلت التخانة ارتفع السعر للمتر المكعب ده الخشب الحبيبي عدي عيوبه وكمان عرفنا ازاي نتلاف هذه العيوب اثناء عمليات التصنيع والتشغيل النوع الرابع عندنا في الاخشاب المصنعة وهو الخشب الحديث اللي هو الMDF وكمان الHDF تعالوا نعرف مع بعض ايه الخشب الMDF طبعا بيعتبر هذا النوع من الاخشاب اكثر انتشارا في الوقت الحالي نظرا لانه رخيص السمن ويمكن دهانه من الوجهين بيتميز بالقوة والصلابة كمان في منه اللون الاخدر بيكون مقاوم للرطوبة كمان في منه اللون الاحمر بيكون مقاوم للحريق عيوبه سقيل الوزن كمان ما لا يمكن وضع المسامير فيه لان ما فيهوش عروع عشان تلحم فيه المسامير كمان بيكون كسفة متوسطة بنستخدمه دايما في صناعة الدكور واعمال واي النمازج الفرم يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاخشاب طبعا الاخشاب من الخامات المهمة حالة بتاعتنا طولت على الاخشاب ولكن فيه خامات تانية زي الغراء وموضل لسك وكمان الصنفرة وكمان الاكسسورات المستخدمة في اعمال النجارة هنتكلم عليها ان شاء الله في الحلقات القادمة نركز مع بعض هنبتدي مع بعض واحدة واحدة احنا خدنا الخامات الاخشاب نركز عليها لان طبعا الاسلة بتكون فيه منها كتير في الامتحانات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته